ترجمة نانسي قنقر في شهر رمضان الفضيل تتواصل الحملات المشتركة التي تنفذها وزارة صناعة وتجارة والسياحة ممثلة بإدارة التفتيش وبمشاركة المختصين بوزارة الصحة من خلال زيارات رقبية وتفتيشية وتوعوية للمطاعم والمقاهي وذلك للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الاشتراضات والإجراءات وتدابير الصحية الصادرة عن اللجنة التنسيقية والقرارات الحكومية ذات صلة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 هناك حملة تفتيشية مستمرة ومكثفة للتأكد من تقرارات اللجنة التنسيقية للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره ونأمل من مرتدين المطاعم والمقاهي للالتزام بغرارات اللجنة التنسيقية للتصدي لفيروس كورونا ولا أيضا ننبه على المحلات التجارية بالالتزام بالغرارات يعني الحملة إن شاء الله مستمرة في شهر رمضان ومكثفة يعني في هذا الشهر بذن الله الفضيل وبذن الله في حملات بعد الشهر إن شاء الله ومع حلول شهر رمضان المبارك تم وضع خطة متكاملة لتكثيف الزيارات الرقبية للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي وبالأخص تلك الأماكن التي تلقى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين في هذا الشهر الفضيل وتنفيذا للخطة تم التنسيق لحملة مشتركة مع وزارة الصحة لزيارة بعض المحال المشارئ إليها للتأكد من استمرارية العمل بالتدابير والإجراءات الوقائية الواجب تطبيقها بحسب طبيعة نشاط المحل والتوعية بشأن تلك الإجراءات وأهميتها طبعا في شهر رمضان المبارك يتم توحيد الجهود الرقابية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ويتم خلال هذه الفترة زيارة المنشآت الغذائية سواء كانت مطاعم أو مقاهي نتأكد من النظافة العامة، نظافة الشخصية للعاملين، الفصل بين أنواع الأطعمة، الحفظ الجيد أو التخزين الجيد للمواد الغذائية إلى جانب طبعا الطهي الجيد وأن المواد الأولية المستعملة والمياه تكون سليمة وصالحة الاستهلاك الآدمي ومصادر مأمونة هذا على مستوى الشرط الصحية العامة وبالنسبة للاشتراطات التصدي إلى فيروس كورونا تحقق من أنه تطبيق التباعد الاجتماعي التقييد بارتداء الكمامات وقناع الوجه بالنسبة للعاملين رصد معلومات الزبائن وعدم السماح طبعا إلى أي شخص تكون حرارة مرتفعة أنه يدخل المحل هذا وقد عكست الحملة نتائج طيبة اتبين تقييد أصحاب المحال والمرتدين بالتعليمات مما يعكس الوعي المجتمعي والشعور بالمسؤولية في حسن تنفيذ التنابير اللازمة هذا وسيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية في حال وجود أي مخالفة بهذا الخصوص في الحمالات القادمة مع بدء شهر رمضان المبارك تواصل إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة وسياحة بالتعاون مع إدارة الصحة العامة والجهات ذات الاختصاص حملاتها النوعية لتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية في جميع المحال التجارية في هذا الشهر المبارك لمركز الأخبار خالد العون تلفزيون البحرين